موسيقى 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 ولسه مكمليين مع حضراتكم في مهارات عظيمة طبعا احنا هنتكلم عن حاجة مهمة هنسأل نفسنا دايما يا طرق المناعة دي حاجة مهمة جدا اكيد في اجسامنا كلها ولكن هل في اسباب بتضعف مراعاتنا دي هل احنا ممكن نكون يعني نشعر امتى ان المناعة عندنا ضعيفة احنا ممكن ما نحسش بحاجة تدينا كده اشعارات ان عندنا مناعة ضعيفة وممكن يكون اكلنا كمان كويس جدا فمفيش اسباب تخلينا نحس ان احنا مناعتنا ضعيفة نكتشفها ازاي وهل ضروري يكون انا كجسم صحي مريت بوعكة لقدر الله او بحاجة تعرفني منها ان انا مناعتي ضعيفة طب لو انا ممرتش بدا اعرف منين دي كلها اسئلة مهمة جدا لازم نعرف اجاباتها لكن الحقيقة اللي هتنورنا وتشرفنا وتسهل علينا ان احنا نعرف الاسباب الحقيقية لضعف المناعة وازاي ندعم مناعتنا مش بس من الاكلات الصحية ولا بالمشروبات لكن كمان في طرق اخرى هنعرف ده مع دكتور دينا ابو سعود المشرفاني ومنوراني النهاردة منوراني دكتور دينا اهلا بيك دايما متقلقة ودايما موضوعات الجميلة ودايما مواضيع اللي دايما بتتناوليها حاجات بجد بتلمسنا كلنا كلنا بنعاني منها حبيبة قلب اسلامي عظيم اسلامي لحياتي انا طبعا عايزة اسألك في الاول على فكرة ضعف المناعة انا دلوقتي شخص عايزة اعرف انا مناعتي كويسة ولا ضعيفة اعرف ازاي يعني هل انا ممكن انا كانسان كده طبيعي اعرف ده عادي موضوع المناعة موضوع مهمة اوي عظيمة وجهاز المناعي لازم كل الناس اللي بتتفرج علينا تبقى فاهمة ان احنا نعزز جهازنا المناعي ده مش اوش اوش ده حاجة اسمها اوش ده حاجة اسمها حاجة مفتوضة والزامية ومناعتي قليلة بيخشوا في تسمم غزايا وبيخشوا في حاجات كتير الفيروس اللي موجودة ومنتشرة لو مناعتي قليلة الفيروس هيتمكن مني فجهازنا المناعي هو خط الدفاع الاول اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه للدفاع عن يعني ان هو بيدافع وبيهاجم البكتيري الانفكشن وبيهاجم الانفكشن فان انا عازج جهازنا المناعي ده امر مفروغ منه ازاي نعرف ان جهازنا المناعي او نستكشف مثلا انه انه قليل او ضعيف يعني ليها اعراض ليها اعراض يا دكتور دينا مش ليها اعراض يعني مثلا يا عظيمة لو انا بيجيلي برد النهاردة وبعدها بشهر جلي برد وبعدها بشهرين جلي برد المفروض ان الجهاز المناعي بتاعي قوي مايجيليش نزلات برده كل شهرين يجيلي مرة مرتين في السنة اه طبعا وفترة التعافي يعني لو الجهاز المناعي سليم بياخد وقت اقل بكتير من تطول الفترة اه بالزبط لاجهر جدا في جهاز الهضمي المعدة والامعاء المعدة بيقولوا داء لكل حاجة المعدة عضو مهم جدا عشان حموط المعدة وكمان الميكروبيون اللي هي البكتيريا النفعة الناس كتير مش grown howlan او ميكروبيون او лиبكتيريا النفعة يمكن جهاز المناعي هي الليقوصايدز او خلايا دام البيضاء يبالاتحاد مع البكتيريا النفعة في جسمنا بكتيريا مهمة جدا هي اللي بتضرط البكتيريا الضارة وهي اللي بتكمل هضم الأكل عشان الدم يمتص لأن الدم ما بيمتصش بروتين بيمتص أحماض أمينية من البروتين. الفيتامين الجلوكوز السكر يعني لازم يتحول الجلوكوز قصة فلازم أهتم جدا بجهاز الهضمي عشان حتى لما أكل فيتامينات الفيتامينات تمتص أو أخذه من المكملات الغذائية ولازم أنام كويس النوم اللي هو الصبح ليل وليل صبح ده بيهديل جهاز المنع طبعا الضغوط النفسية على طول بقول خلوا بالكم من الضغوط النفسية. ضغوط النفسية أساس الأمراض العضوية. صحيح لأن ونس أن أنا طول الوقت في ضغط وفي توطر أنت بتعلي نسبة الكورتيزول. الكورتيزول ده الهرمون. اللي احنا بناخده كورتيزول من بره الجسم أو الغذة القذرية بتفرز كورتيزول الكورتيزول هو المتحاكم في كل هرمونات جسمي. فما ينفعش لايزيت ولايقل. لازم بيبقى بنملي المسموح بي. فكل الحاجات دي طبعا كمان عندي مشكلة. يمكن بشوفها كثير من قرأيبي وصحابي. الاكثار في المسكنات. العمال على بطاب يخدوه زي البنبوني. المسكن مش بمبوني. لو يخدوه كمان منه كميات شوية. لا لا. المسكنات. الطبيب هو لو انا الألام بتاع الطبيب يقولي او الدكتور يقولي انا محتاجة المسكنات دي كام مرة في اليوم. الوقت ايه. حتى بيكتبوا وقت للضرورة. للضرورة. في ناس بتعاملوا مع المسكنات انها بمبوني. في ناس بتعاملوا مع المضادات الحيوية انها كده برضو. لو مفيش داعي ان انا اخذ مضادة حيوية يبقى مخدوش. يبقى دي. يعني دي عدد سيئة. لا. احنا بنعمل من التبخين. ما مشكلة اكيد. يعني وعدم شرب الماء. كل مية. عدم شرب المية كمان. طبعا. جفاف الجسم بيهد المناعة. والاكثار من السكر. السكريات الحلويات والسويت ستون. وقت لا فيش مونتر للكلام ده كل ده بيهد المناعة. يا يعني كل دي ده نحنا كده. نحن لازم نقسس جاس مناعة من اول بجديد. ناكل كل حاجة بالمعقول. ما منحرمش الناس من الاكل. انا باكل كل حاجة بالمعقول. ده مهم. بس كمان النوم وشرب المية. والفكرة الاسترس دي مهمة جيدة. هو موضوع احنا كستات برضو. موضوع الاسترس ده احنا عاطفين. فالعاطفة هي اللي بتقودنا قوي. صحيح. فعلى طول بقول لكل الستات اللي بتتفرج علينا يا عظيمة. نحاول ان احنا عندي استرس انزل امشي. قلعب رياضة. خلي ملك رياضة عدو الكورتيزول الاول. الرياضة. فالرياضة بتطلع لي النيجاتيب انرجي. على طول. هرجع مودي مختلف. يمكن ست البيت تقول لك انا لسه انا عندي عيال وعندي بيت وعندي زوج وعندي مش عارفة دروس. ماي طول مية قاعدة عمالة تنخل في الموضوع دايرا. ما عنداش وقت تنزل تتمشع. اشتغلي ببيتك. حتى لو عندك سيدة بتساعدك في البيت. اشتغلي ببيتك. اشتغلي. اقومي. اتحركي. الحركة بركة. كل الحاجات دي بترفع لي. والمود الحلو. طول ما انا مودي حلو. والتمثيل الغذائي حلو. والايدة حلو. مناعتي كده. طب. قولنا بقى ايه الفيتمينز اللي ممكن يحتاجها الجسم. ندعم بيه جهاز المناعة. انا سمعنا عن حاجات كثيرة جدا. دونة. دونة بجد. خصوصا بقى في فترة اللي فيها الفيروس. كل شوية لقى فيروس جديد. كل شوية لقى فيروس جديد. نعمل ايه بقى في القصة دي. من اهم الفيتامينات لدعم المناعة فيتامين سي. اوكي. رائع للمناعة. الزينك معدن. مش فيتامين. رائع للمناعة والنحاس. الثلاثة دول. جمعوا. تعرفي انك انت المناعة بتاعتك انت بدعميها جدا. والله. ويمكن كمان فيتامين بي. بيأصل على المناعة بطريقة غير مباشرة. لان فيتامين بي. بيحول لي الاكل للطاقة. وبيدعم لي التمثيل الغذائي. التمثيل الغذائي. اكيد في حالة. هكلم معك. على التمثيل الغذائي. وماذا اهمية سرعة الايد. التمثيل الغذائي. مش بس. عشان انا خص. مش قصة خاصة. التمثيل الغذائي مهم. مهم. النفس بتاعي. وانا نايمة محتاج تمثيل غذائي. مثلا. عملية هضم الطعام. ان الطعام ينزل المعدة للامعاء. ويمتز كل دحاجات. محتاجة سعرات حرارية. مش بس. عشان اخص. فالتمثيل الغذائي مهم. فانا عليت التمثيل الغذائي. بيأصل بصورة. يمكن غير مباشرة على دعم المناعة. فاهم ثلاث فيتامين. اللي موجودين اكيد. في قلب مالتي فيت. اللي هيتلع على الشاشة اكيد دلوقتي. المرخص. من هيئة سلامة الغذائي. كل مرة اقول يا عظيمة. بل الصحة لا تعود. مفيش حاجة اسمها. اشوف حاجات على السوشيال ميديا. اشتريها. وانا مش عارفة مصدرها ايه. دي حاجات بتتبلع. احسن مكان. واقمن مكان. لشراء. ادوية. مكملات غذائية. هي الفارمسيس. السيدليات. السيدليات. على طول. انا اشتريتهم السيدليات. انا كده. احسن ان انا في امان. طبعا. من قلب مالتي فيت متوافل في السيدليات. يمكن مش في كل السيدليات. بس فيه سلسلة السيدليات معروفة موجودة في كل محافظات مصر. يا دكتورة دين انا عرفها منين. كلمونا عن طريق الرقم اللي يظهر على الشاشة. الكل سنترها هيوجهكم للسيدليات التي تبقى قريبة من المحافظة بتاعتكم.